يبحث فريق الوضاد الرياضي عن سعز السركيبسه البشرية بلاعبين شدد في مراكز الخصاصة بالانتقالة الحالية وهناك سلت لاعبين من البطولة الوطنية ضمن اهتمامة الإدارة الحالية للفريق الأحمر لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو إليكم التفاصيل أكدت بعض المصادر أن إدارة فريق الوضاد الرياضي في مفاوضات متقدمة مع لاعبين شابين سألقوا في البطولة الوطنية هذا الموسم ويتعلق الأمر بكل ميناء اللاعب أمن صوان متوسط ميدان فريق مولودية سوجدة وإرجان حسامة الزمراوي لاعب نادي شباب المحمدية وأضافت المصادر أن إدارة فريق الوضاد الرياضي تقترب من التعاقد مع كلا اللاعبين حيث أن هناك بعض التفاصيل قبل حزم كلا الصفقسين بالميركاتو الشسوي وذلك في انتظار التأكد الرسمي من طرف إدارة النادر الأحمر خلال الساعة القليلة المقبلة بعدما طالب المدر فوزي البنصرزي من إدارة فريق الوضاد الرياضي التعاقد مع مدافع جديد بالانتقالة الشسوية أكدت بعض المصادر دخول مسؤولي فريق الوضادة في صراع مع مجموعة من الأندية لتعاقد مع المدافع الشاب أحمد الطهر لخلاجة لاعب نادي اتحاد سورقة والذي باس واحد من أبرز الأسماء المتداولة في سوق الانتقالة الشسوية حيث أن عدة أندية وطنية تراقب المدافع أحمد لخلاجة ومن بينهم فريق الوضاد الرياضي ويعصبر حاليا مدافع نادي اتحاد سورقة أحمد لخلاجة واحد من أفضل المدافعين في البطولة الوطنية الاحترافية ويمثلك إمكانيات كبيرة على المستوى البدني والتقني وفي حل انتقاله إلى فريق الوضادة سيكون إضافة قوية لخط دفاع الفريق الأحمار كما أن قيمته السوقية لستعدى 380 سنسيم